سلام عليكم لبنات مرحبا بكم معي في فيديو جديد ان شاء الله لبنات كامل تكونوا بخير ازول في اللون ايستما ان شاء الله فيديو تاعتا اليوم يلقيكم بخير وعلى خير حبيباتي اللي ادخلت معنا جديدة نقول لكم مرحبا بك حبيبتي في القناة ولي ما زال مشتركتش في القناة تضغط على زل اشتراك هكذا بشي بصلك كل جديدي ان شاء الله اليوم لبنات حبيت ان شارك معكم روتيني صباحي ان شاء الله هنا لريضاكم راح نديروا مع بعض وصفات للريجيم كان بزاف الابنات اللي يحبوا الوصفات كيما هادو تاع الريجيم ولي التخصيص ان شاء الله ونشارك معكم واشترت كامل هاد اسباحة اول شي بديت بالخبز الكوشة عنديش حال ما درتوش حبيت نديرو في هاد اليوم كيما راكم تشوفو هاد الوصفة تاع الخبز الكوشة راح تلقوها لبنات اسفل الفيديو يعني اسبا قدرتها معكم في القناة هيا حنخليلكم الرابط التاحة اسفل الفيديو وتشوفوها بكل تفاصيلها ان شاء الله اه هنا كيما راكم تشوفو وجدت الخبز ديالي تاع الكوشة اه شوفو يعني القوام ديالو كيفاش يجي 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 الى السيك ولا يجي مطاتي كيما يقولو وعندي هنا سنيوة البنات دهنتها بشوية زبدة ماشي زيت من الاحسن دهنوا سنيوة تعنا بالزبدة هاكدا بش يجيكم يعني الخبز تاعكم يجيكم طري ملتحت يعني ما يجيكم شي يبس اه يعني بالعكس لو كان يعني تدهنوا سنيوة تعكم بالزيت رايحة تقولي لكم انكوش هاكدا يبسها ملتحت اه ملح الواحد يديرها بالزبدة اخر هاكدا هادا كتجربة يعني كنديرها بالزيت جيني شوية يبسها وصح كنديرها بالزبدة يعني ندهن السنيوة ديالي بالزبدة يجيني الخبز ديالي طري هذي هي البنات المهم انا اه وزعت كامل الخبز ديالي داخل السنيوة بهذه الطريقة يعني دهنت شوية يدي بشوية زيت هاكدا باش متل سقش فيدي وزينت الخبز ديالي بهذه الطريقة بالمقص كيمة زمان وانتو متزينو كيمة تحبووا ولقطعوها بالموس يعني يديروها بالموس المهم هذا يعود لكم من بعد البنات رايحة ندهن الخبز ديالي بحبة تاع البيض وشوية ملح وغير الرشة تاع الملح هاكدا باش تعطيني هذي كرادور للشابة كيمة راكم تشوفو من بعد اللي عندها يعني زرارع ولا البسباس ولا حبة الحلاوة تزيدهم من فوق انا في هاد اليوم كانش متوفر عندي لا زرارع لا البسباس لا حبة الحلاوة درتو كيمة راه يعني وش موجود في البيت درتو كيمة راه بحبة تاع البيت وخليته يختمر ونخليه يطلع المرة ثانية هاكدا باش نطيبو بالنسبة الفطوري العادي فطورنا العادي درت تاجين الجلبانة بالخضر بالزرودية والبطاطا واللح ودرت فيه حبابصل ودرت فيه التوم هذي هي توابل هما الففلكحال وشوية كوركم وشوية ملح وشوية راس الحانوت هذي هي هدا كالتاجين تاعنا العادي بالنسبة للوصفات تاع الريجيم سنبدأ لكم بالعصير تاع الليمون الهندي اللي هو البومبليموس هاد الليمون الهندي ملح بزاف بزاف البنات للريجيم خلطو مع المندارين ولا مع تشينا اللي عندها المندارين تقدر تخلط مع البومبليموس تاعها بتشينا ولا بالمندارين اللي عندكم المهم في هاد النهار درتو بالمندارين مرة أخرى راح نديرو ان شاء الله بتشينا هكذا راح نعصر الحبيبات الديولي بهذه الطريقة بالعصارة نحاول يعني نحي كامل الوجوء ديالو كما راكم تشوفو هنا عصرت كامل المندارين التاعي حوالي هاي أربع حبيبات تاع المندارين وزوج حبيبات تاع المبومبليموس هاد هي بالنسبة للسكر ما رايحاش ندير انا السكر لانه هاد عصير طبيعي وعصير للريجيم درت فيمكان السكر عسل الحر العسل الحر ماشي عسل نونوغس اللي حصل الحر زوج مغارف فاكتك كبارت على الحسل الحر يجيكم بذوق ما شاء الله صغطو اللي ينحلوا طبيب هادو العصائر هادو المشروبات كامل يبرد يعني يروحوا بهاد العصير الرائع إن شاء الله رايحا نفيدكم في هاد الوصفة إن شاء الله حبيباتي المهم هاد العصير صحي بزاف بنين بدون سكر يجيكم ما شاء الله كما العصير في الفيديو اللي فات ثاني هو ما شاء الله بالجوز وكامل هادك ثاني مليح بزاف للصحة هدا هو عصيرنا لنهار اليوم بالنسبة للوصفة الثانية رايح نديرو وصفتين بالكرومب الأحمر يعني الكرومب هادك يجي أحمر ويجي بنفسجي في نفس الوقت يعني كيتشوفو هاقده أحمر بس حكيتي بيولي بنفسجي كيماراكم تشوفو راني قسمت راس تاع الكرومب التاعي على زوج النص رايح نديرو إنسالات إنسالات خفيفة ضريفة تعريجي وتجيكم ما شاء الله بزاف بنينة ورس ونص راس واحد اخر غليته هكذا باش نديرو الدولمة تاع الكرومب الأحمر هاقده قطعت الكرومب ديالي بهذه الطريقة يعني الى قطاع صغيرة وحتيتهم في الكسكاس من بعد رايح نغسلو من بعد وضفت معاه حبيبة تاع البسباس كيماراكم تشوفو البسباس ديالي تاني قطعتهم الى قطاع صغيرة بهذه الطريقة هاقده ونضيفهم تاني لداخل الكرومب ديالي ونضيف مليح مليح الكرومب بتاعي ننسي جميع حشارات ولا غير بما وقتلات تاع الخل هاقده نتفدو اي حشرة اللي تكون فيها هاقده البنات كي نغسلوه البنات راح نحطوه في تبسي ولا فريسيبيون تاع السالات نحطوه هاقده في تبسي مع البسباس من بعد رايح نضيف لهم زوج حبيبات تاع التوم كيماراكم تشوفو ونزيدو حبا قارس رايح نعصر حبا قارس كاملة داخل السالات اديالي انا بديت بلوجه اه حطيتو في جهه من بعد اه وليت لهاد السالات الثاني لسالات هادي البنات مليح لواحد يخليها تقعد اه مدة هكذا باش نستهلكوها باش تشرب كامل لفينيقات التحا هنا اضفت شوية زيت زيتون وضفت ساني شوية ملح وشوية معدنوس مقطع رقيق هادي هي اللي تحب تضيف زيتون تقدر تضيف طوماتيشتاني تقدر تضيف يعني كل واحدة وذوق ديالها المهم انا نعطيلكم لبازبرك تعالى سالات هادي وانتو ما تفنو كما تحبو نغلق عليها بسيلوفان البنات ونخليها تتشرب كامل هادك لافينيقات التحا بالنسبة الكرومب واحدة اخر غليتو كما راكم تشوفو شوفو يعني اش حال راكولوغ ديالي وكيف اشتبدلت ولا تبذف ساجي انا غليتو انتو ما تقدروا تفوروه يعني عادي هنا في تاجين ديالي حطيت حبابصل كبيرة مسكرفجا وحطيت هنا فصوص تعتو وعندي هنا كفتا ولا كما يقولو لحم المفروم دجاج هادي هي وعندي فصوص تعتو ندير زوج حبات ثوم للطاجين وزوج ولا ثلاثة حبات للحم الدجاج كما راكم تشوفو هادي هي هاكدر رايح نسكرف زوج حبات ثاني للجاج ديالي وهنا درت كمية تاع زيت الزيتون يعني عوضت زيت الزيتون بالزيت النباتي ولا الزبدة يعني انتفادوا اي زيوت وحد اخرين غير زيت الزيتون ليه هو صحي وزدت هنا الملح وزدت كمية تاع الزيتون الاخضر مقطع يعني بدلتو بالحمص يعني في بلاسة الحمص درت هداك الزيتون لمقطع خير الحمص ثاني موذر للسحام موذر للكولون هنا درت شوية مع دنوس الجاج ديالي بالنسبة للتوابل ما ضفت اي اضافة لا فلفل كحل لوالو ضفت الجاج ديالي حبه حبه بيت كما راكم تشوفو نخلط كلش مع بعض هاكدر باش نديرو كحشو الكرمب ديالي يعني كما قلت لكم التوابل ما ضفت اي اضافة ما ضفت لا فلفل كحل لوالو يعني كما تعرفو فلفل كحل الثاني موذر للسحة دايما اطبقنا تعريجي نتفدو اي زيوت ولا فلفل كحل هذا ولا يعني كان بصفح ويج نحيتهم في اطبقي سخطوا الاطباق هادو تعريجي هذي هي من بعد البنات رايحان ناخدو اه ورقة تاع الكرمب نحي هاداك في الوسط يعني هاداك الخشين في الوسط من بعد يعني نحاول كيفاش نشكلو الى ورقة كاملة بهات الطريقة من بعد نحط كمية تاع الحشو اللي هي اه لاذيوند دوبولي هاكذا ونسيه كيفاش نلف الكرمب ديالي بهات الطريقة كالي شو غادي سيقا بهات الطريقة يعني حاجة سهلة وبسيطة هاد الطبق بزاف سيحي البنات و بزاف بنين هاد الكرمب البنفسجي خير من الكرمب الاخضر يعني هادا لي صحي اكتر صوتو اللي يديرو الرجيم هادي كمعلومة مليح لفقر الدم مليح لضغط الدم مليح بزاف حواج يعني مليح بزاف هاد الكرمب انا شكلتهم بهذا الطريقة حتى خلصتهم كامل وهنا البصلة ديالي مع التوم وزيتون قليتهم بشوية كيما قلت لكم شوية ملح وشوية زيت زيتون اللي تحب تضيف هنا الجاج تقدر ضيف يعني لي مخصوة هادة تعالجاج اه انتوما اللي عندكم يعني في البيت اه ضفت له اه كمية تع الماء سخون رايح نخليهم يغليوا من بعد كي تغلي هادك المرقى رايح نحط الكرمب التاعي بهذا الطريقة وهادك الجاج لي بقى لي البنات يعني كان بقى لي كفته هادك تاع الجاج اه شكلتهم الى كوريات وحتيتهم داخل الطاجين ديالي ونغلق عليه ونخليه ايتم بالنسبة للطاجين تاعنا البنات تعالجي البنات اه نصو خليتو طاجين جي البنات عادي ونصو واحد اخر اه يعني وزعت عليه اه حبيبات تاع البيت بشوية مع دنوس هكذا وغير نصبرك اللي درت بالبيت كاين اللي يكلوه بالبيت وكاين اللي ما يكلوش ما يحبوش البيت اه هذي هي اه بالنسبة للخبز التاعي راه طاب يعني بعد ما اختامر حطيتو طابلي كي ما راكم تشوفو حمرتو من فوق يجا ما شاء الله جا بزا فخفيف وهشيش ان شاء الله البنات رايح نخليكم كي ما قلتكم الرابط اسفل فيديو هكذا باش تشوفو اه يعني الوصفة كاملة وللوصفة بكل تفاصيلها وخطوة بخطوة هذا هو الخبز التاعنا البنات كاميرا كم تشوفو هنا وجدت اه يعني الريجيم التاعنا في جه هذا الريجيم تعرج لي اه دول ما تاع الكروم بي يجيكم ما شاء الله تشهي يعني ما تخلعوش البنات على هذا اللون كين بزاف كي يشوفو هاد اللون يخافو ولا اه ما تعجبوهم مش الاكلة بس حكي تذوقوها تشوفو البنات تعو يا الله العادية من البنات خير من تعي يعني الكروم بالاخضر تيجيكم ما شاء الله جربو يعني جربو وذوقو هكذا باش تعرفو يعني الذوق ديالو شوفو البنات كي يكون خضر يكون احمر بس حكي طيب يولي بنفس جيل يعني سبحان الله بنسبة للتاجين تعنا تعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا حطيت لكم هكذا مخصو بالبيت هكذا تشوفوه ان شاء الله البنات شاهدتكم في الجنة ورافقت الجنة بناديلي بالفلفل بالطماطيش المشوي هذا هي بزيت زيتون يعني حاجة صحية مئة بالمئة ما فيهش كامل زيوت بزيف هكذا نحضروا روحنا المهم انتو ما كان بزيف البنات اللي طلبوا مني الوصفات تعرجيب ان شاء الله رح تسفدوا من هاد الفيديو وتسفدوا من هاد الوصفات ما تخلعوش البنات على هاد الكرنب الأحمر والله العادم غير هايل تجربوه وتشوفوه وردولي بالخبر يعني الواحد لازم يجرب باش يكتشف سينو ما رايحاش تكتشفو اي حاجة يوكن ما تجربوش ما تكتشفوش اي حاجة هذا هو البنات الفيديو تاع اليوم وهذا هو الروتين اللي نهى اليوم ان شاء الله هنا لأريضاكم والاعجبكم بارتاجواهم احبابكم وصحبكم وما تنسونيش في لايكتكم وتعليقاتكم الرائعة والى الملتقى مع فيديوهات احد اخرين ان شاء الله